علاقتك بكاملة أبو زكري حبيبة قلبي أشادت بيكي في أكتر من لقاء وفي أكتر من حاجة علاقتك بيها يعني أستاذة كاملة أو كوكي كوكي أستاذة كوكي أستاذة كوكي طبعا هي السبب أن أنا جيت مصر في الأول خالص بعدين نشأت علاقة ما بيننا إحنا زي العيلة هي السبب هي اللي شافتتك هي اللي شافتني وهي جابتني في واحد الغروب في 2017 كانت شافت فيلم 3000 ليلة للمخرجة ماية المصري وخليتني أعمل audition فعملت كذا audition وبعدين جيت وعملت واحد الغروب فهي وش الساعدة علي ومن ساعتها نشأت صداقة كبيرة ما بيننا وهي باعتبرها she's my mentor وفي نفس الوقت هي أختي كبيرة وحبيبتي وصحبتي وباستشرها في حاجات كتير يعني كده بحساس حاجة وقوي وهي حد بجد رائع هي إنسانة رائعة وحساسة جدا وبجد هي حد بيحس وحقيقي وبتكلم من قلبها جميلة جميلة مسلسل السفاح اللي أرهقك نفسيا جدا أنا بحاول أتكلم معاك فنيا ولسا أتكلم عنك أنت كان بس حيضعف عنده مسلسل السفاح وقلت إن شخصية زينة أرهقتك جدا 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 في مسلسل السفاح صح عصبيا ونفسيا وجسديا هل لجأت قبل كده الدكتور نفسي هل إيه اللي حصل؟ هو غالبا أنا لجأت الدكتور نفسي قبلها في التحضير مثلا يعني لا مش قوي بس عملنا إحنا حضرنا كتير قوي بس هي الفكرة أنا بالنسبة لي كان مجرد فكرة إن في حد ممكن في الحقيقة حصل له ده كانت لوحدها مخلياني متعطفة بشكل كبير مع زينة فحضرنا كتير المشاهد كانت صعبة نفسيا وفي واحد من المشاهد أنا نهارت ساعتها وأستاذ هادي خدني على جنبه وأحمد قاعدوا يهدوني ومش عارف إيه وكتاعتها الشخصية حاسة أنها كان هو السيكونس اللي هو في حلقة الخمسة عشان دلوقتي نزل فالناس أكيد عارفة وكان اللي هو الريفيل بتاع أنا بكرهك وكده فكان فيه واحد من الكليبس كان فيه اللي هو قاعدة قدام المراية بعيط فعملها أعيط 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 وبعدين ما بيقولوش ساعت كده هادي الموجوري ساعتك تكملي أستاذ هادي حبيبي يعني طبعا جميل جميل بس ساعات كان آه كان بيسي برولنج وبعدين يجي عند حتة ياخدني على جمد إيه ده برافو مش عارف إيه طب طب عليا تمام فبس وبرضو هو ساعدني جدا في الرحلة دي يعني هو كان متفهم قوي قد إيه صعب فكان مثلا فيه مشاهد معينة هو عارف هو عايز إيه فبيتك شوية مشاهد تانية يقول لي لأ رياحي تسكيه هنا كذا فلا دي حاجة بصراحة جميلة قوي اللي هو وأحمد فهم وأحمد كان جميل جدا وأنا بصراحة مبسوطة قوي إن أنا كنت معاه في حاجة مختلفة ليه هو جد آه آه هو أحمد فهم يشاطر في الجد آه فأنا كنت مبسوطة إن أنا بعمل معاه المسلسل وهو بيعمل حاجة مختلفة هو بيعمل النقلة دي وهو كمان اشتغل قوي على الشخصية بس حضرتي إزاي لشخصية زينة كان فيه ميكوب تس كتير قوي دي واحدة من الحاجات تانية حاجة قعدت مع ماي أكتن كوتش رانا وعنا نتكلم في دوافعها في مين البنت دي طبعا هي البنت بتبين زينة في كذا حاجة كذا مرحلة في زينة اللي هي في دماغ محي اللي هي دي شخصية أنا المفروض إنها ودي كانت صعبة قوي علشان أنا حاسة زينة وعايزة بقى زينة بس في نفس الوقت أنا دلوقتي من وجهة نظره فلازم أبقىها اللي هو حاسه أو اللي هو شايفه طبعا فهنا كانت فيه صعوبة شوية اللي هو طب أنا إزاي إزاي هبصله هبقى بحبه وأنا أطلط زينة مش بحبه يعني وفي زينة اللي هي محبوسة في الفيلا وفي زينة وفي زينة اللي هي في الزمن في الفلاش باكس فطبعا إحنا يعني أنا ذكرت كتير المشاهد أنا مع ماي أكتن كوتش وفي نفس الوقت أعدت مع أستاذ هادي وأحمد قعدنا آرينا أكتر من مرة عملنا بروفات عملت بروفات ميكوب وشعري كتير كنا بدئين بشكل وبعدين عملنا شكل تاني لحد ما وصلنا لآخر حاجة إيه تاني أنا ساعات بحب أن أنا مثلا بعمل كده ساعات في المسلسلات بحب أن أنا أسجل الحوار بصوتي وارجع أسمعه تاني عشان تسمعي صوتك بتقولي إزاي مش بس مع صوتي بقوله إزاي بس بسجل مش الحوار بس يعني المشهد مثلا مشهد نهاري خارجي كذا 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 تدخل كذا 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 فبسجله وبسمعه ليه؟ بحس أن أنا بف يعني بحس الحاجات وبفهمها أكتر يعني بحس أن أنا سماعية أكتر فبحس أن أنا ممكن وأنا مثلا وقفة في البيت بعمل المواعين مثلا أو بنظف أو كذا بسمع المشاهد فمسلا ممكن تيجي فكرة في دماغي أحس حاجة معينة فروح كتباها على جنب كده بسمع مزيكة ساعات في السفاح كنت بسمع مزيكة فكان فيه كذا حاجة بس أنا وانس خلاص دخلنا اللوكيشن بلبس شخصية وبسيب نفسي مش بفكر أن أنا الشخصية ولا لأ أو I want to be in character بغا عادي راكين قاعدة في اللوكيشن بس الناس بتقعد تقول لي لا ده أنت كنت زينة قوي أنت كنت مش عارف إيه قوي أنت فطبعا احنا بنحاول أن احنا نبقى الشخصية وكل حاجة بس من كتر ممكن ما بتذكريها أو لو عندك وقت تذكريها بتبقى في اللوعي بتاعك سابقا فبتبتدي تلبسي زي هاها فبتبتدي تتكلمي زي هاها فبتبتدي تعملي حاجات بيشورتدي ترجمة نانسي قنقر